صباح الخير من جديد إذا مشكلنا معظمنا بيعاني من بعض الأشخاص الصعبين أو اللي منيعتبرهم صعبين في بيئة العمل دكتور سهيل جوعاني هو خبير في التدريب رح يحدثنا اليوم عن هدول الأشخاص وكيف نتعامل معهم صباح الخير دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك أهلا دكتور إذا مشكلنا معظمنا منواجه مشاكل مع أشخاص معينين ببيئة العمل حتى لو كانوا اتنين في الشغل واحد منهم بيكون سهل وواحد منهم بيكون صعب على الأغلب هل هذا حكي صح؟ الحكي صح وللأسف التأثير بيكون سلبي كتير على مكان العمل على الأشخاص نفسهم وطبعا على الأشخاص الآخرين فضرورة أنه نقدر نتعامل مع هدول الأشخاص وما تنسى هيتم أنه إحنا منقضي في مكان العمل سبعة لتمانية لتسعة مرات أكتر ساعات في اليوم فإحنا فعليا منعيش في مكان العمل وما بزبط أعيش مع أشخاص مش عارف أتعامل معهم أشخاص إحنا نستعمل مصطلحات بالشارع نستعملها دائما أشخاص بضربوا على عصبي أو أشخاص مش طايقهم أو أشخاص ما بقدر أتحملهم لازم أعرف مين هم من هدول الأشخاص وليش لازم أتعامل معهم وطبعا كيف بقدر أتعامل معهم من أجل بيئة عمل مريحة جميل دكتور تعريف الشخص الصعب بجوز نسبي فيه أشخاص كثير نحن مثلا باحترموا بس ما بحبوا فيه شخص مثلا يا أخي ما بحكي صباح الخير بفوت ما بحكي صباح الخير دائما كل يوم كل يوم ما بحكي صباح الخير أنا هذا الموضوع مثلا مأثر علي بصعب مو عارف أتعامل معه مش عارف شو بدي أعمل معه فهل فعلا تعريف الشخص الصعب هو نسبي؟ فيه له علاقة بالنسبية بس خلينا نفهم شغلة مهمة هايثا في البداية إنه إحنا ما فيه شيء اسمه شخص صعب مشان نكون واضحين الشخص الصعب هي تسمية هي فعليا إدانة لهذا الشخص أو حكم عليه فعليا إحنا بنحكي عن سلوك صعب أول شغلة لما بنعملها إنه بنفصل بين الشخص وبين السلوك إحنا ماشيين بالطريق الصحيح لأنه لما بنربط السلوك بالشخص والشخص بالسلوك بنصير نشطب على الشخص كليا بنصير نربط أي إشي حلو بيعمله بالسلوك الصعب اللي هو مربوط فيه فعشان هيك دائما نفصل إحنا بنحكي عن سلوك صعب وشو يعني سلوك صعب في العمل السلوك صعب هو شخص عم بيعمل أشياء إحنا ما بنحبها وإشي طبيعي إنه إحنا ما بنحبها لأنه الناس عبارة عن خليط عبارة عن أنواع من الشخصيات فيه ناس اجتماعي فيه ناس انطوائي فيه ناس بحكي بصوت عالي فيه ناس بحكي بصوت واطي فيه ناس بحكي كتير فيه ناس بحكي قليل دائما ساكت مرات بفسر اللي بحكي كتير إنه برام وبفرد نفسه وبفسر إنه الشخص الساكت هو مش مهتم ولاقوا بالي في العمل هاي كلها أحكام إحنا بنصطرها ومنسمي هدول أشخاص صعبين لكن فعليا إحنا بنحكي عن سلوك صعب وشو يعني سلوك صعب مرة تانية هو سلوك يتكرر مش حادثة وحدة إذا أنا علاقتي جيدة مع شخص وفي يوم الأيام فط فيه أو عصب علي هل بحكم عليه وبشطب عليه كليا وبسميه شخص عصبي وشخص صعب من مجرد حادثة وحدة لازم نفرق إنه السلوك الصعب هو سلوك يتكرر على الأقل تلات مرات خلال مثلا أسبوع أو أسبوعين حتى نقدر نسميه سلوك صعب ونقدر نتعامل معه جميل حتى منلاحظ عليهم الأشخاص اللي بمارسوا هذا السلوك الصعب فيه عدة أشياء فيه عندك الناس أصحاب الصوت وفيه الصوت المنخفض أصحاب الصوت عندك العصبي عندك الشخص اللي دايما بعترض عندك الشخص اللي بتدمر على كل صغيرة وكبيرة وما بيعجبه ولا أي شي عندك شخص كثير المتطلبات هلأ ممكن مرات على فكرة الشخص ذو السلوك الصعب يكون مديرك فهون المشكلة بتصير أعوص إذا كان بس زميلك على نفس مستواك أو اللي تحتك ممكن أسهل بالتعامل معه ولكن إذا كان الشخص الصعب في مكان عملك ومديرك بتفلش المشاكل بجوزة بتوفيق لأنه في كتير شغل لازم أعمله نعم فهي كلها يعني أشياء صوتها عالي مسموعة اللي بيطلع واللي بطرق بالباب واللي بيصرخ هدول سهل إني أتعامل معهم أكتر بس عندي مشكلة أنا بالأشخاص ذو السلوك الصعب اللي صوتهم ما بيطلع في اللي بيحرد بدير دهره وببطل يتعامل مع الناس في اللي دائما ساكت لا بعطي رأيه آه أو بعطي رأيه لا فأنت مش عارف بالضبط هو شو بشعر شو اللي بيده إياه صح هدول الحيالا بوتروا أكتر من الأشخاص اللي بيحكوا كتير لأنه مية بمية هذا بيأثر سلبيا وفي ناس بيشتغلوا من تحت لتحت وما بيحكي لك لكن بيشتغل من وراء ظهرك وطبعا هذا صعب وإحنا بنسمي اليوم بعالم مكان العمل الأسفنة أو الأسفنج اللي بيشتغل من وراك قدامك بيكون حبيبك وصديقك لكن من وراك هو عم بيشتغل بطريقة للأسف مخادعة وهاي كلها سلوكيات صعبة داخل العمل لازم نتعامل معها سوري إحنا ما نحكم على السلوك الصعب هذا السلوك دكتور شو أنسب طريقة يعني التعامل مع السلوكات مثل ما حضرتك فصلتها الصعبة أهم إشي نعرف إنه إذا ما تعاملنا مع السلوكيات الصعبة داخل مكان العمل هيثم بيأثر سلبيا أول إشي بيأثر على الإنتاجية نعم إنتاجية الناس بتقل لما إحنا مش عارفين نتعامل معهم لأنه من صفي عم نشتغل ومنلتهي بأمور تافهة وسخيفة بتأثر سلبيا ومش عم بتأثر إيجابيا فإحنا لازم نتعامل معهم حلو وزي ما قلت قبل شوي إذا كان مديرك هو الشخص الصعب وما تعملت معه صار عائق أمام مسارك الوظيفي وتقدمك المهني فإنت لازم تعرف تتعامل معه وفي ناس أو نقول شو مش لازم نعمل أول إشي في ناس بقول لك أنا بحالي هذا مبدأ أنا بحالي بالشغل لازم نلغي من قموسنا فيش إشي اسمه أنا بحالي ما بزبط أنت تروع على مكان عمل وتقعد وتكون إنسان سالب منفصل ما أخذ خط تاني والتالت في مكان عملك أنت موجود في مكان عمل فيه أشخاص واليوم المؤسسات المهنية الحقيقية تعمل بفريق والفريق فيه أشخاص مختلفين ما بزبط أعمل ديزاين ونأي الناس على مزاجي وأشتغل فقط مع اللي بحبهم الإنسان المهني هو شخص بقدر يشتغل مع كل الأشخاص وكل الأنماط حتى اللي بيمارسوا السلوك الصعب فما أخذ الخط الإنهزامي التراجعي هذا أولا الإشي الثاني فيه ناس بأخذوا الخط المعاكس خط الهجوم فبروح بفوت بالعرض على الناس وبيبدأ يخانق فيهم وبيبدأ يقول فيه ناس بقولك لازم أشد عليهم مشان يعرفوا حدودهم وبعدين بنتعامل لا هذا غلط وهذا غلط ففيه أشياء مهمة لازم أبدأ أعملها أول إشي هيثم لازم أقبل هذا الشخص حال لما أنا بفصل السلوك عن الشخص وما بأقبلها بطريقة شخصة بتعرف شخصانة الأمور لما بأخذ الإشي شخصي أو بسقط صفة شخصية على الشخص وبحكم عليه بطريقة عامة هذا كله بإعنام متاهات فإذن أول إشي افصل السلوك الشخص سلوك عن الشخص وما تشخصي عفوا دكتور فهي جزئية لما أنا بحس أنه فلان ما بحبني يعني بشخصانة الأمور بحس أنه فلان ما بحبني كيف نأخذ الأشياء شخصية أنا فلان بحس أنه فلان ما بحبني بحب مديري ما بحبني أو بحس عفوا مديري ما بحبني كيف ممكن أتصرف وهذا رح أجي هلأ بالخطوة الثانية أو الثالث اللي رح نحكي فيها بالخطوة الثانية هيتم أنه بدي أفهم أنه هذا سلوك صعب بدي أتأكد أنه فعليا هذا سلوك صعب مش نزوه عابرة ومش شعور شخصي مرات بدي أفصل هل أنا شعرت أنه هذا الشخص بشوف شخص مكشر أنا بشعر أنه هو منكد معناته هو هلأ مزاجه صعب مش لازم أتعامل معه أنا قررت أنه هذا الشخص سلوكه صعب بس فعليا سلوكه ممكن ما يكون صعب ممكن في ناس هيك بطريقة تعبيرهم بيكونوا مكشرين فلازم أتأكد أنه هذا السلوك صعب وأفهم الشخصي لقدامي ليه هو عم بيمارس هذا الأسلوب هل هو متوتر من شغلة معينة هل في شيء عم بيدايقه في مكان العمل ممكن شيء بيدايقه في البيت مرات وجع راس الناس بيكون راسهم بيوجعهم بتلاقيهم بيفطوا بالناس وبيعرفوش يتعاملوا مع الآخرين مرات راس ما لحبتين بنادول فأنا بدي أتأكد ليش هذا السلوك الصعب موجود بقدر الإمكان كل ما حللته أكتر كل ما قدرت أتعامل معه مرات أقولك إشي بكون أنا شريك في السلوك الصعب لازم أتأكد هل أنا شريك في السلوك الصعب هل أنا عم بيدايق هدول الأشخاص هل أسلوبي هو اللي عماله يعطي رد فعل سلبي من قبلهم وبسميهم صعبين ومش قادر أتعامل معهم هل فعليا هم ما بيحبوني أو بيحبوني وهون منيجي للخطوة التالتة اللي هي أساسية في موضوع التعامل مع السلوك الصعب التواصل ما في إشي اليوم بيحللك مشاكل حياتك زي التواصل السليم والتواصل السليم عبارة عن شغلتين أول إشي استماع عنا أذنين ولسان واحد فبنا نسبع ضعف ما بنتكلم هذا أول إشي لازم نعمله فأنا اليوم بدي أمشي بخط المواجهة وخط المواجهة مش المواجهة العدائية زي ما قلت لك المواجهة المهنية الحقيقية فأنا بروح عندي الشخص بسأل بسأل شو المشكلة كيف بقدر أساعدك هل في شيء إحنا عملنا لك يا ديئناك فيه هل في شيء أنا مقصر فيه وإنت شايفني إذا مديري هو الشخص الصعب هل أنا مقصر بشيء معين وأنا مش عم بلبيك تقدر تعطيني إرشاداتك المعينة حتى أقدر أمشي في هذا الموضوع في ناس بقولك شايف حاله هذا مديري ما بدي أتعامل معه ما بزبط هذا مديرك وزي ما قلت إذا وقف في طريق مسارك المهني أنت اللي خسران فلازم أروح وأحكي مع هدول الأشخاص التواصل مهم جدا وكل ما سمعت أكتر للناس تستغرب على فكرة لما منروح نحكي مع الناس ومنسألهم وبيبدوا يحكوا لنا منلاقي إنه إحنا كنا في وادي وهم في وادي آخر جزء مضخمين الأمور إحنا مواسطين أماكن بعيدة ومشكلته كتير بسيطة بسيط لما منشوف حدا عنده سلوك صعب ما مروح نحكي معه منحكي عنه هاي حديث الكوريدورات في مكان العمل هذا مخيف أو ما سمي أنا حديث الكولر أو حديث السجارة اللي بيطلعوا بيدخنوا مع بعض أو بوقفوا عند الكولر أو عند ماكنة القهوة أو بالكوريدورات دائما بيحكوا على بعضهم البعض وهذا ما بيفيد هذا يعني منخلي بيئة خصبة للشائعات والشائعات بتزيد من التوتر في مكان العمل وبالتالي السلوك الصعب بصير يبين بصورة أوضح قديش أنا مستعد اليوم عندي شخص صعب أو سلوكه صعب أروح أحكي معه مرات ما بيجي عندي ناس وبشكي من حدا معين لأنه سلوكه صعب تعرف شو بعمل بقول له بتحب أحكي معه تليفون هلأ إن دي نحكي في الموضوع لما قدامك يقول لك لا ما في داعي اعرف إنه في عنده مشكلة نعم يا تبلي يا سوق فهم فكتير مرات الحكي والمواجهة والاستماع بحللنا تلت ربع المشاكل فيما يتعلق بالسلوك الصعب لما أنا بفهم لما أنا بأبل لما أنا بسمع لما أنا بحكي لما أنا برشد كتير مهم بحللنا مشاكل السلوك الصعب وفي كلمة للمدرة هون بحب أحكيها اليوم إنه أنت يمكن عندك ثلاث أربع أشخاص سلوكهم صعب هدول مسؤوليتك هدول نوعي ولادك أو اللي أنت مسؤول عنهم وين دورك الإرشادي وين دورك إنك تقعد مع هدول الأشخاص تحكي معهم تعملهم نوع من الإرشاد والتعليم نوع من التدريب نوع من الحكي المهني هاي مسؤولية المدير اليوم ما بيصير يترك بيئته بيئة خصبة للسلوك الصعب حلو دكتور دي أسألك هل الشخصية بتأثر على السلوك الصعب يعني ممكن ممكن نشوف صفة معينة أو سلوك معينة تغير ولكن الشخصية نفسها بتخيل إنه جوز صعب تتغير فتلاقي المدير بيحكي إنه أنا فلان جربت وجربت وجربت وحكيت معه كتير ما عم بتغير طبع يغلب التطبع نحنا مسلمين بهذا الموضوع فعشان هيك أنا ما بقدر أغير الناس لكن أنا بقدر أغير نفسي لما أنا بتغير الناس بشكل تلقائي برد فعلهم بيصيروا يتغيروا بناءً علي وهي دائماً مجربينها إحنا في مكان العمل ما تطلب الناس يتغيروا إذا أنا كمدير بروح عندهم لازم تتغير ما عندكش مجال تاني يا هيك يا بتطلع أنا حطيته بخانة الياك يمكن هو عنده صعوبة معينة بحاجة إنه حدا يساعده بحاجة إنه حدا يفهمه بحاجة إنه حدا يسمع له وأقولك إشي إذا ما اتعملنا مع الموضوع حتى لو غيرنا مكان العمل إحنا نقلنا المشكلة من مكان لآخر لأن إذا أنا تجنبت السلوك الصعب في هذا المكان ونقلت على مكان تاني رح ألاقي سلوك صعب آخر وإذا ما عرفت أتعمل مع هذا ما رح أقدر أتعمل مع التاني فصارت المشكلة مني فأنا الخط الأسلم تبعي أواجه زي ما بقوله واجه مخاوفك حلو قوم من الصبح وروح عند هذا الشخص وإحكي معه اعمل اللي عليك على القليلة أنت بتنام ضميرك مرتاح إنه أنا حكيت اللي علي ساعتها لو أنت تجنبت هذا الشخص بتكون على القليلة شو عملت أعطيته فرصة دائما أعطي الناس منفعت الشك مرات رح تلاقي الناس ممكن يبهروك ويفاجئوك إنه الناس ممكن يتغيروا بسبب كلمة حلوة بسبب لفتة حلوة أنت عملتها لكن هيك بس كلمة للناس المعصبين الشخص اللي بعصب قدامك بكيف لما أنت ترد عليه بكيف لما أنت تغذي زي النار تغذي بأجوبة أسكت وإهدى وما بسمح لك وما تحنيع بهذه الطريقة هاي كلها للأسف خطوات ما بتفيد لأي أسباب أنه ينفعل بزيادة بنفعل بزيادة فحتى الأشخاص هدول العصبيين لازم أعرف كيف أتعامل معهم بالتهداية أبتعد عن المكان هلأ أرجع له بعد خمس دقايق أعطي اللي بديه إياه بعدين أختلف معه إحنا مرات لا بدي كل إشي بحسب طريقتي وبحسب أسلوبي مرات الشخص أعطيه اللي بديه إياه هديه بعدين اختلف معه مش ضروري تختلف معه بعدين بالنهاية صفة ما أخذ اللي بديه إياه غصبا عنك جميل فهاي كلها وسائل التواصل فهم الآخر عدم القولبة لما منسقط شغلة على شخص ومنحكم عليه كان مكشر في هداك اليوم معناته هذا نكد إجا متأخر مرتين ثلاثة على الشغل معناته شخص مهمل في فرق بين إنك تقيم السلوك الصعب وتحكي عنه وبين إنك الدين الإنسان هاي كلها بتخلق السلوكيات الصعبة داخل مكان العمل فعشان هيك بخاطب الإدارة مرة تانية وبقول هل أنتو اليوم شهوركاء في صناعة السلوك السلبي؟ ولا أنتو اليوم من الأشخاص اللي عم بتحلوا هذا الموضوع وعم تشتغلوا معه لازم نخاطب السلوك الصعب والسلوك السلبي داخل العمل وإلا منفقد السيطرة عليه إنتجياتنا بتطعف مرابحنا بتقل وبالتالي صف العمل مكان خسارة ومكان متعب ومش لازم المكان اللي بقضي فيه 7-8 ساعات زي ما قلت في اليوم يكون مكان متعب بالنسبة لي جميل دكتور نحن خلصتنا وقتنا ولكن سؤالي الأخير إذا سمحت فيه عجالة في بعض المدراء تحديدا أو في فلسفة العمل عندهم سلوكات معينة لا تختفر يعني بيحكي إذا كذب علي خلاص أنا ما بتعمل معه هل أنت مع هاي الفلسفة؟ أنا مش مع نشطب على أي إنسان أنا دائما بقول لازم نعطي الإنسان فرصة لأنا بحط القوانين وبحكي مع الناس إذا أنا وصلت لهم إياها بطريقة واضحة وساعتهم إنه يمشوا فيها ويطبقوها الأمور بتمشي تمام إذا أنا بحط القانون وبس بحكم كنت الجلاد فقط في مكان العمل وما أعطيت الشيء الثاني مهنات وأنا فقط وين مشكلتي هاي ثم؟ إحنا بنفقد الأشخاص المزبوطين بالعمل الأشخاص الموهوبين هدول اللي بيرفعوك إذا أنت عملت بهذه الطريقة جزيل الشكر معلومات مهمة جدا ومتمنى أنها وصلت الأكبر عدد من الناس شكرا 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 للمتابعة ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل شي جديد